السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة الاقتراح ديالليوم غادي نقطع عليكم سما معمر في الفورن كي يجي رائع جدا كي يجي مورق كذلك مقرمش بحشوة الاقتصادية طريقة اللي جديدة كنتمنى اخواتي هدلا فيديونا الاعجاب ديالكم وتوصلوه لأكبر عدد منا اللايكات وانتقلو باش نتعرفو على المقادير وكذلك طريقة التحضير فرجة ممتعة اول حاجة غادي نحضر العجين النسبة هنا يعندي ثلاثة ديال كؤوس من الدقيق الابيض طبعا دقيق منخول من قبل ضفت الكاس الاول ثم التاني كذلك الكاس تالت ما يعادل 300 قرام كذلك هنا غادي نضيف كاس من الفينو او دقيق القمح الصل ثم غادي نضيف ملعقة صغيرة من الملح وكيبقى الملح على حسب الدوق ثم ملعقة كبيرة من الشقر حبيبات كذلك رس ملعقة صغيرة من خميرة حبيبات صافي هنا كنجمع الخالد ديالي بالماء طبعا الماء دافي لان الحال برد صافي هنا اخواتي كنجمع الخالد ديالي بالماء طبعا الماء دافي بالنسبة للعجينة ما تخليوش العجينة قاسحة بزاف ضروري العجينة تكون رطبة ما تكونش كتلتسق في يدين كذلك ما تكونش قاسحة كما كتلاحظوا يعني القاوم ديالها واضح امامكم هنا انا دلكتها تقريبا ربع ديال الدقائق ضروري دلكوها باش تحصل على واحد اللي يجي امورق وكذلك يجي يعني ناجح لان انا ما خليتوش الوقت بزاف تقريبا خليتو نصف ساعة صافي هنا ايا غادي نوضعه في واحد الكيس بلاستيكي ونخليه على من وجد الحشوة بالنسبة للحشوة دائما كتبقى اختيارية انا خليت هنا واحد الميقلات وضعت فيها القليل من زيت الزيتون بالنسبة للخضر عندي هنا فلفلة خضرة كذلك عندي آآ قرعة خضرة ثم عندي فلفلة حمرة وكذلك بصالة خضر كاملين قطعتهم رقاق ممكن نضيفوا الخضر اللي كتفضلون تومه حوشوة اللي سهلة في نفس الوقت كتجي لديدة بزاف وكذلك اقتصادية صافي هناك نخلط دوق الخضر مزيان ونخليهم يتشحروا هنا ضفت القليل من الملح وكيبقى الملح على حسب الدوق دائما هنا كذلك ضفت صدر ديال الدجاج طبعا انا وضعته في الهاشوار وطحنته كفتة ديال الدجاج ممكن تعودوها باللحم المفروم او كذلك طوم على حسب الاختيار ديالكم اخواتي والمتوفر عندكم بطبيعة الحال سفي هناك نخلي الخضر كل شي تشحروا مزيان هنا بالنسبة التوابير انا ضفت هنا التوابير ولكن الاسف الكاميرا كانت واقفة ما تصورتش معي هنا ضفت القليل من البودرة ديال التوم بالنسبة التوابير ضفت القليل من البزار كذلك القليل من الفلفل الاحمر ثم القليل من سكين جبير والقليل من الكركم هنا ضفت القليل من السلسة ديال الطماطم بدرت لها قليل من السلسة الحارة صراحة كتعطي واحد المداق اللي رائع جدا كتبقى اختيارية هنا حكيت القليل من الزعتر نضيف القليل من الفرماج الأحمر نضيف النار حتى تبرد نقسم كويرات مثل كويرات نضيف الكويرات نضيف المنزل طريقة نورق العجين نورق العجين نورق العجين نورق العجين نورق العضل نورق العجين نورق العجين من طريقة سهلة وبسيطة وفي تالي كانت تحصل لواحد المسامنات كي يجوا اكتر من رائعين اللي شافهم يقول انهم محضرين بالورقة ديال البسطيلة فعلا كي يجوا مورقين كما كتلاحظوا في اللغة كانت شكلها كنسامنات مربعين انا هنا راني كان سرع الفيديو بطبيعة الحال باش ميجيش الفيديو طويل ومميل بالنسبة للطريقة هنا اخواتي كان بدأ باول مسامنا اللي شكلتها كان بسطها هكا كما كتلاحظوا على شكل مربع وكان وضع في الطرف ملعقة من الحشوة ونقسم على هاتش شكل هذا يعني الطريقة واضحة امامكم ونطوي كما كتلاحظوا هنا يا عندي فرمج دي السوندويشات هوا كان وضعوا كاعدة واحد المداق رائع جدا كما كتلاحظوا يعني الطريقة سهلة وبسيطة كما كتلاحظوا كمصتتها كعجينة ديالي لقيقة طبعا وكنوضع الحشوة في الطرف ثم كنطبع لها تشكل هذا يعني الطريقة واضحة امامكم وكنوضع الفورماج هنا باكملت عندي هنا هيا صفار بايدة اه اللي ضفت لها القليل من سلصة الحارة كذلك قطرت من الخل وكانت هنا هكا كعجينة ديالي ارمس من الديالي نضيف الفرن بحبوب الخشخاش نضيف الفرن من الأسفل نقص لهم الحرارة بطبيعة الحال لا يجب مائجنين قد كيف غير مائجنين نتيجة واضحة امامكم كي يجو محمرين مقرمشين مورقين فعلا كي يستحقوا التجربة كنتمنى اخواتي انكم تجربوهم انا اكيدا غادي نالوا الاعجاب ليلكم كما كتلاحظوا صراحة باقيين سخونين كي يجو كلهم مورقين هذا الفرماج اللي ضفناك يعطي واحدة عليك اللي اكتر من رائعة انا غادي نقرب ليكم باش تشوفوا الشكل ديالهم والطورقة ديالهم من الداخل فعلا اللي شافهم اضن انهم محضرين بالورقة ديال باستلاق يجيوا رائعين جدا كانتمنى اخواتي هدلا فيديونا الاعجاب ديالكم وتوصلوه اكبر عدد من اللايكات وكذلك البرتاج مع الاهل والاسدقاء الى اللقاء مع الجديد ان شاء الله ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم